أهلاً بكم أحبتي تلاميذ الصف السادس في تكمل الدروس قواعد اللغة العربية درسنا لهذا اليوم هو موضوع المفعول به كما تكلمنا سابقاً عن أنواع الجمل في اللغة العربية أعزائي الطلاب وذكرنا بأن أنواع الجمل في اللغة العربية هي الجمل الإسمية والجمل الفعلية فالجمل الإسمية هي التي تبدأ بإسم وتتكون من المبتدأ والخبر والجمل الفعلية هي التي تبدأ بفعل وعناصرها الفعل والفاعل والمفعول به سواء كان الفعل ماضي أو مضارع أو أمر أخذنا الفاعل وذكرنا بأنه يقع بعد الفعل ويدل على من قام بالفعل ويكون مرفوع دائماً إذا مفرد مرفوع بالضمة وإذا مثنى مرفوع بالألف وإذا جمع مذكر سالم على مترفعه الواو وإذا كان جمع مؤنس سالم فعلامة رفعه الضمة أما بالنسبة للمفعول به موضوعنا لهذا اليوم فالمفعول به هو اسم منصوب يعني دائماً المفعول به يكون منصوب علامة نصبه الفتحة في الاسم المفرد وسنذكر العلامات الأخرى لاحقاً الجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به والمفعول به يكون منصوب دائماً علامات نصب المفعول به هي الفتحة في الاسم المفرد لاحظ أيقظ الرعد النائمة إذن فعل فاعل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد وعلامة أخرى لنصب المفعول به هي الكسرة بدل الفتحة في جمع المؤنس السالم شكرت المديرة المتفوقات المتفوقات جمع مؤنس سالم ذكرنا في الدروس السابقة جمع المؤنس السالم أكثر من اثنتين ويكون منصوب بالكسرة بدل الفتحة ومرفوع بالضمة علامة أخرى الياء في المثنى فحص الطبيب مريضين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى كما ذكرنا نون المثنى مكسورة دائماً علامة أخرى الياء في جمع المذكر السالم تساعد الدولة الفلاحين فعل وفاعل وهنا المفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم إذن المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل علامة نصب المفعول به هي الفتحة في الاسم المفرد وفي جمع التكسير مثل يسقي الفلاح الزرع لاحظ فعل فاعل مفؤول به منصوب بالفتحة شجع المدير التلاميذة أيضا فعل فاعل ومفؤول به منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير قلنا جمع التكسير هو تغيير بصورة المفرد الكسرى بدل الفتحة في جمع المؤنث السالم مثل كافأة المديرة الناجحات ولياء في المثنى قرأ التلميذ كتابين فعل وفاعل ومفؤول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى الياء في جمع المذكر السالم مثل يحب الله الصابرين أيضا يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الله هو الفاعل مرفوع علامة رفعه الضم لأنه مفرد الصابرين مفؤول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم إذن هذا كل ما يخص موضوع المفعول به لاحظ مثلا التمرين رح أنحلل كما التمرين الأول يقول عين المفؤول به في جمل التالية وبين علامة نصبه والسبب إذن من السؤال أخذ مفتاح الجواب أكتب المفؤول به جدول علامة نصبه الجدول الآخر والسبب الجدول الأخير بنى المهندسون سدودا على نهر الفرات بنى فعل أين الفاعل المهندسون هو الذي يقوم بالفعل إذن هو الفاعل بعد الفاعل يأتي المفؤول به ويكون منصوب إذن سدودا هي المفؤول به علامة نصبه الفتحة السبب لأنه جمع تكسير إذن مفرد سدود سد شكرت المديرة المتفوقات فعل وفاعل إذن المفؤول به المتفوقات علامة نصبه الكسر بدل الفتحة السبب جمع مؤنى السالم سجل اللاعب هدفين فعل وفاعل هدفين المفؤول به علامة نصبه لياء السبب لأنه مثنى قدمت المعلمة الدرس بوضوح فعل التأتاء التأنيث الساكنة المعلمة هي الفاعل الدرس مفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد تساعد الدولة الفلاحين فعل وفاعل المفعول به الفلاحين علامة نصبه لأنه جمع مذكر سالم يحترم الناس العالمة يحترم فعل الناس فاعل العالمة مفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية اكتشف فعل ابن النفيس الفاعل الدورة الدموية هي المفؤول به منصوبة بالفتحة إذن هذا كل ما يتعلق بالمفؤول به اتراجعون التمارين إن شاء الله وتحلوها على المسودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته